في إطار مكافحة الجريمة بشتة أنواعها تمكنت مصالح أمن وليد غليزان من توقيف ثلاث أشخاص من مختلف الأعمار يقومون بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف الثابت والأتلات والكهربائية بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص يقومون بهذه السرقة عليه تم إعداد خطة محكمة من قبل عناصرنا أين تم إقاف المشتبه فيهم واسترجاع المسروقات المتمثلة في كاب نحاسي من نوع 112 زوج يقدر طوله 62 متر ومجموعة من الخوابل النحاسية المختلفة وكذا أدات التقطيع المتمثلة في منشار وكذا أدات مائي عليه تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم العدلة